ربضرة نافعة هكذا هو لسان حيل الفلاح العراقي الذي ينظر إلى اتساع رقعة عمله منذ بدء أزمة فيروس كورونا وإغلاق العراق لحدوده مع إيران فمخاوف الفيروس القاتل بالنسبة للفلاحين بددتها فرحة عودة المنتج الزراعي العراقي إلى الأسواق بقوة بعد سنوات على هيمنة المنتجات الإيرانية نحن بالنسبة لنا لدينا زراعة كافية خير من الله ضاني درجة أولا بستمئة نحن بالنسبة لنا مكفينا وخير من الله ما نحتاج من أي دولة بخاضير الفلاح عندما ينقطع الحدود وهي بالعراق عامة يعني كلها الفلاح يرتاح الفلاح يستفاد بس إذا انفتحت الحدود لا والله الفلاح ومحصوله بالحضيض يعني انتزر يطالب الفلاحون في العراق حكومة بلادهم بضرورة إبقاء الحدود مغلقة لمنع استيراد أي من المنتجات الزراعية ويضرب بعضهم مثلا بإيران التي تمنع دخول أي مواد زراعية من بلد آخر لذا يزيدون من مطالبهم بمنع دخول المنتجات الزراعية من إيران بغية تشجيع المنتج الزراعي الوطني الذي يمتاز بجودة أعلى الاستيراد يعني لو ما الاستيراد العراقي يعيش بمجاعة من تقول الاستيراد يأثر على الفلاح طبعا هذا الفلاح عنده بضاعة موجودة ومدعومة طبعا يأثر عليه أسأل بالنسبة لإيران مثلا إيران هي بلد مصدر للمواد للخضروات مصدر يعني عدهم مثلا ردي نقول عدهم البندنجان يوصل مثلا لكيلو خمسمائة دينار مثلا وتجيب لبندنجان عراقي هسا مية الدخلة عليها راح يأثر عليهم مو؟ ولكن إيران ما جاي يستقبل أي فواكه وخضر تدخل إيران لأن هم مصدرين وقبل أشهر بدأت الحكومة العراقية بمنع استيراد منتجات زراعية من إيران لكن ذلك لم يمنع دخولها إلى العراق وفقا لمصادر أخبار الآن التي تحدثت عن وجود منافذ عبور غير رسمية فضلا عن تغيير علامات المنشأ من الإيراني إلى العراقي ويصل حجم استيراد العراق للمنتجات الزراعية من إيران بنحو مليار دولار سنويا وهو ما اعتبره